اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي واحدة من القضايا المهمة التي تستحوذ على اهتمام الناس منذ عام 2003 لحد الآن لأن هذه الأحزاب والقوى والشخصيات التي جاءت مع الاحتلال واللي حكمت العراق طوال هذه السنوات عقدين من الزمن كان همها وما زال همها الأول والأخير هو الاستحواذ والسرقة والفساد ومن ضمن اهتمامات هذا الاستحواذ والسرقة وأخذ كل شيء هو الاستحواذ على أراضي وأملاك الناس والدولة من قبل مافيات وعصابات وميليشيات شكلتها لهذا الغرض وتستفيد من هذا الغرض وكم سمعنا وكم رأينا وكم شاهدنا وبالأرقام والمباني والقصور التي استولوا عليها اللي أخذتها أحزاب وقوى وشخصيات حاكمة في البلد يتحدثون يعني يقفون على المنابر وتحدثون عن الفساد ورفضهم للفساد وعدم قبول الرشو وعدم قبول كل شيء وعدم قبول الباطل وهم في عين الباطل وهم من يصنع الباطل وهم من يرتكب كل الآثان بهذا الاتجاه حقيقة هم يسكنون بيوت ليست بيوتهم بيوت تابع للدولة استولوا على أراضي ليست ملكهم هي ملك ناس وملك دولة وملك أوقاف استولوا عليها وسخروها لمصالحهم في الفترة الأخيرة يجري حديث اليوم والأفلام تتداول عن مافيات وعصابات وميليشيات وتحميها قوات عسكرية طبعاً هذه محمية بقوات عسكرية هذه القوات التي أنشئت لحماية الناس وحماية القانون وإعمام القانون هي التي تحمي المخربين والميليشيات والعصابات تحدثون عن أراضي في الجادرية واضح العالم تتحدث وشاهدنا كثير كثير عن هذه الحادثة الناس تحدث يمتلكون هذه الأراضي منذ يعني عشرات السنوات بل ربما يزيد عن قرب وأكثر يزرعونها وهذه كانت سلة بغداد الداخلية التي تتناغم أو تعاون سلة بغداد الخارجية التي في محيطها التي هي في التاجي وفي الطارمية وفي أبو غريب في كل هذه المناطق المحيطة في بغداد هذه سوار بغداد هذه مناطق كلها زراعية كانت تسمى سلة بغداد الزراعية هذه التي تمول بغداد بكل الفواكه والخضر وتدام الأسواق العراقية بها تدام الأسواق العراقية بها لكن خربتها الميليشيات استولت عليها يعني باليوسفية بغداد بالبلد بالميليشيات في كل مكان أخذت هذه الأراضي بالدعاءات بها رهابين بها معرفين وتجريف الأرض وحرقها وتهجير أهلها وقتلهم واعتقالهم وأخذوا أراضيهم وأخذوا منتلكاتهم وأصدروا قرار بعدم عودتهم انتهت وهذه الأراضي صارت ملك لا تعريخ لمن؟ لميليشيات ومتنفذين وأحزاب وقوة وشخصيات حاكمة في الدولة يعني يعملون اليوم على استولاء على بساتين البياء هذه منطقة البياء هذه كلها كانت يعني جزء من من حزام بغداد الأخضر اللي يمنع عنها الإطراب كمدينة منع عنها يلطف جوها إضافة إلى أنها سلة غذائية تدعم السوق العراقي بما تحتاجه وتدعم المواطن بما يحتاجه من منتجات زراعية بأسعار رخيصة بكلف رخيصة حتى في النقل هذه كلها جرفت أراضي في البياء جرفت بساتين لفواكه ونخيل وأعنام جرفت وغيروا جنسها من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية وبدوا يبلعوها إلى قطع من قبل مسؤولين وإلى ناس معروفين بينهم وبأسعار خيالية ومفالخ خيالية عمليات الاستيلاء هذه شملت يعني ربما مئات الآلاف من الدوانب في الأراضي المزروعة بالنخيل والحمضيات بغداد ومحيطها طبعا فضلا على القصور والبيوت والمتلكات الأثرية واحدة من البيوت الأثرية ربما واحدة من القصص التي تداولها هناك بيت في الأعظمية هو بيت يعني نقول حتى الاسم يسمى بيت سعدية خاتون هذه إحدى السيدات اللي اشتهرت في العهد الملكي وحتى عائلته كانت في العهد العثماني وتوفت ولم تترك يعني انقطع نسلها يجى واحد من المتنفذين من الأحزاب من زعاماء هذه الميليشيات واستولى على بيتها بيتها قصر من القصور وقال انه يعني هذه هذه من أتباع النظام السابق وهذه من من ايتام النظام السابق واني النظام السابق يعني أساء لي فمن حقي أنا استولي على بيتها وبعدين عندما انثارت الناس قال لا هذه كان مقر للحزب الحاكم في العراق وهذا الحزب نال من عندنا واني استوليتها واني أخذتها لأنه أهلي من المظلومين هل تسمعهم مثل هذا الكلام هل هذا يحدث في أي دولة متخلفة في العالم هل يمكن أن يقال هذا طبعا هذه السيدة توفت حتى قبل ربما أن يؤسس حزب الباحث العربي الاشتراكي هذا الحزب الذي كان يحكم في العراق حتى قبل أن يؤسس هذا الحزب الذي هو يتحدث عنه قبل تأسيسه توفت والمرأة لم تترك يعني نسلة وأمانة بغداد سيطرت على هذا يعني اعتبرتها واحد من البيوت التراثية وقبلها العثمانين كانوا قد يعني جعلوا يعني مقر الدفتر خانة كان حفظ الارشيف دائرة لحفظ الارشيف فيه فكيف يمكن قبول هذا هذه من هذه القصص عشرات القصص الحقيقة بالمئات القصص ربما آلاف القصص والناس يعني لا تعرف أين تذهب الحقيقة لأنه الناس ممن تستجير القوات عسكرية تطلع لهم وتدفع الناس خارج أراضيهم وخارج بيوتهم بتستولي عليها هذه الميليشيات أو الميليشيات نفسها تهدد وتقتل وتعتقل وتطارد الناس وبالتالي الناس يعني ملايين من الناس هجروا من أراضيهم ومن بيوتهم واستولوا على بيوت كثيرة من الذين هاجروا واضطروا إلى الهجرة بعد 2003 من المسيحيين والصابعة وغيرهم الكثير في بغداد وغير بغداد والسنة أخذوا بيوتهم الآن بدعاوى باطلة وتزوير في أوراق رسمية وهذا ما يحدث في العراق هذه هي التي الدولة يسموها العراق الجديدة التي جاءت بها أمريكا هذا شكل العراق الجديد مع الأسفل الشديد وهذه صورة من صور الكارثة التي حلت في العراق وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استرجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة